السلام عليكم ومؤسسات خاصة وليسيات وولايات الشيء ذي مرفوض مرفوض بالاجميع وحتى تونسي شريف وحتى تونسي غير على البلده ذي وعلى تراب البلده ذي وحتى واحد عنده اعقل يقبل الشيء ذي اللي ساير الحكاية اللي سايرة في تونس بوم متفاهمة هي ومتوقعة بعد الثورة خمسة سنين والسياسات اللي تعاطبت والحكومات اللي تعاطبت مرينيش حتى ارادة حتى حكومة ومن حتى وزير التشغيل للاحادة بالمطلب هذي المطلب هذيه اللي هو العيشة الكريم والماكنة والخبز والتشغيل اللي هو من اول مطالب اللي صارت على خطرها الثورة التونسية واللي خرج الشعب للشارع وقال البن علي دقاش على خطرها ما قلتوش للعبات انو بش نعملكم سياسة وارحة للتشغيل اما بش نحدو من البطالة خلينا من التنمية والحكاية هذيكة والمشاريع الثقل فيها والبنية التحتية اللي بجي تصير في الولايات متع تونس الداخلية ما الشباب سيرتو في تونس لازمكم تفهموا ويا ناس يلي شدين الكريسي يراهوا يعاني معانات غير عادية الشاب يعدي عمره في تونس يقرأ والديه يحلمه وتكبر الحلم هذيكة بشوية بشوية يقول والدي بشيخه شهادة ويستنى فيه بشي توظف هذيكة كرامة هذيكة حقه هذيكة من حقه ما هوش من واجب الدولة تونس خمسة سنين بعد الثورة السياسيين عملوها مخبر للتجارب كمال قال لطفي العماري في قناة الحوار التونسي سي تونس كانت مخبر للتجارب لكم وانتم ما تجريوا على بقعة في القصبة ولا على بقعة في كارتاج وكم تنطرتوا من حزب الحزبة وكم تتعاركوا في البلاتويت وكم الاخر يسب في الاخر والاخر يكلاشي في الاخر والله مصلي عم بيعليكم وكل سياسي وفلتاتوا وكل سياسي وشلا متاعوا تحبوا تصلوا للكرسي يكا هاو هذا هو هدفكم وتحية لكم سيرتوه للوعود الحلوة والخشينة ياسر خمسة الاف موطن شغل وستة الاف موطن شغل والشيفر معناها التايرين والشيفر اللي تحلموا بهم قليته التوينسة في كل بقعة من تونس تحية الابناء تونس الشرفية الكل والاحرار الكل ومساج نساج اخير معناها للناس اللي يتقلب يا اخويا ان شاء الله ربي يفتح عليكم معناها بالخدمة وتصبروا شوية ونستحلظون بعضنا على البلاد هذه تخريب ما يوصل حتى حل وصيرتوه الانتحار معناها أنك تضع حد لحياتك معناها سحيح هو واحد يوصل الدرجة من اليأس يوصل النقطة العودة في اليأس لكن يا اخويا العزيز رأى هو الانتحار أنك تضع حد لحياتك ما بشي وصلك الشي ان شاء الله يا ربي يقدر الخير وربي يحصن الأوقات معناها ويبدل الأوقات الخير وان شاء الله يا ربي يبقي السطر على تونس السلام عليكم اشتركوا في القناة